لتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب والباحثة الـ CSC العراقي الأستاذ نظير الكندوري مرحبا بك أستاذ نظير حياك الله مساء الخير عليكم على شاهد قناتكم أهلا بك أستاذ نظير يعني أكثر من 3700 مجمع متجاوز تضم أكثر من 3 ملايين إنسان عراقي كيف تصنف أو كيف تصف تعامل أو إجراءات حكومة عبد المهدي في التعامل مع ملف العشوائيات يعني فقط أريد أن ألخص لك كل العملية هذه العشوائيات نتيجة لعشوائية النظام السياسي الذي أحكم وإلا لما حدث مثل هكذا عشوائيات لو كان هناك نظام سياسي وله نظام إداري حقيقي يستطيع أن يوفر مساكن لمواطنيه وإلا ما الذي جعله هذه الانفجار السكاني في العشوائيات ليس فقط في مدينة بغداد إنما في جميع المحافظات والمشكلة مستمرة وكل دورة انتخابية يتم وعودهم بأنهم سيجدون حلا لهذه المشكلة ومع ذلك هي تبقى وتؤجل إلى الدورة التي بعدها هذا دليل على أن المشكلة ليس في الناس الذين يسكنونها بشكل عشوائي وليس المشكلة بقلة الموارد المادية لإيجاد حلول حقيقية لهؤلاء الناس إنما المشكلة هي في النظام السياسي العشوائي الموجود الآن حاليا في العراق بناء عليه أستاذ نظير كيف ترى قرارات الحكومة في التعامل مع التجاوزات والعشوائيات الموجودة حاليا هل يمكن القول بأنها خطة جديدة لسرقة مقدرات المواطنين في المحافظة؟ يعني النظام السياسي الحقيقة بما أنه هو نظام وصفناه بالعشوائي ستكون مخرجاته أيضا عشوائية إلا في حالة واحدة عندما يصل الأمر إلى مصالحهم الشخصية ومصالحهم الحزبية يبدأ الخبث السياسي يأخذ دوره الآن بعدما انتهت أغراضهم من هذه العشوائيات طبعا ربما سنعرج على هذا الموضوع الآن الحكومة أو النظام السياسي الحالي في العراق انتهت مصالحه من سكان هذه العشوائيات الآن يريدون أن يخلوا هذه المناطق لإقامة مشاريع واستملاك هذه الأراضي من قبل المتنفذين في الدولة العراقية والحكومة العراقية وبالتالي سرقت هذه الأراضي وسرقت حقوق الشعب لصالح شخصيات وصالح أحزاب لذلك هذه الأمور لا تؤدي إلى الصالح العام للشعب العراقي ولربما ستكون هذه القنبلة التي هم بأنفسهم صنعوها ستفجر عليهم لاحقا هذا أكاد لا أشك فيه أبدا كيف يتصف هذه الألية التقنين هذا الاستلاء هناك حريث عن سيطرة الميليشيات والسياسيين على المتنفذين بالطبع على أراضي الدولة وهو أصبح حقيقة تثبيتها الأدلة كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتم الحصول على أملاك هي ليست أملاكهم بالأصل طبعا هذا النوع الثاني من الامتلاك العشوائي لعقارات الدولة إذا كنا نتحدث قبل قليل عن فقراء الناس الذين يجد قطعة أرض ويبني عليها بيت بسيط من الطين أو الصفيح لكي يسكن فيها هناك نوع آخر للمتنفذين سواء كانت الأحزاب أو الآن الميليشيات الآن الميليشيات أصبح لها دور حقيقي في النظام السياسي العراقي وأصبحت تستولي على عقارات الدولة وتستملكها بدون أي وجه حق بل ليس هذا فقط إنما جميع العقارات أقليات تم تهجيرها بالقوة مثل المسيحيين وغيرهم من السنة يتم استملاك عقاراتهم وبالقوة وحتى ما يقولون عليها بأن هذه العقارات تتبع أزلام النظام السابق الآن يمتلكوها بالقوة وهذا دليل على أن هناك فوضى تجري في البلاد وليس هناك نظام إداري يعني ينظم مثل هذه العقارات وعائديتها وبالتالي أيضا يدلل على أن هذه يعني لا يمكن لهكذا نظام أن يبني دولة ولا يمكن مثل هكذا نظام إداري أن يعني يأخذ العراق إلى شاطئ الأمان نعم بهذه المناسبة الأحصائيات تشير إلى أن أكثر من خمسة ألاف عقار مملوك للدولة في المنطقة الخضراء تم التجاوز عليها يعني وهنا نسأل في الحقيقة إذا وصلت الأمور إلى المنطقة الخضراء فعين الدولة مرة أخرى نفس السؤال نعم هذا السؤال لو كان يعني أنت تقصد بأن هناك دولة نظيفة ولكنها ضعيفة الحقيقة ليست هكذا إنما الدولة هي من تقوم بهذا الشيء فكيف ترجو من دولة هي غارقة بمثل هذه الممارسات وأزلامها يعني المشاركين في الحكومة أو الدولة هم من يقوم بالاستيلاء على يعني الدور والعقارات في عقر دار الحكومة في المنطقة الخضراء لذلك لن تستطيع الدولة هي متلبسة في هذا الأمر أن تصدر قوانين لتنظيم عائدية مثل هكذا عقارات هو بلد يعني مستباح في كل شيء ولا يمكن أن تكون له مخرجات يعني العشوائيات أستاذ نظير يعني ليست وليدة اليوم بدأت هذه العشوائيات بالظهور بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 ولكن ازدياد هذه العشوائيات بعد أكثر من 16 سنة عاد الاحتلال هذا ما كنت أريد أن أعرج عليه في بداية الحديث أقول لك أن يعني ظاهرة العشوائيات هي وليدة هذا النظام السياسي الذي جاء بعد الاحتلال بعد 2003 تم الاستفادة من هذه العشوائيات لأسباب طائفية كما ترون أن قبل 2003 لا نكاد نرى هناك عشوائيات خاصة في بغداد لكن بدأ هناك انفجار لهذه العشوائيات في بغداد بعد 2003 وفي الغالبية هي من مكون واحد والغايات من عدها هي لإخلال التوازن الموجود في هذه المدينة المهمة التي هي العاصمة وتم غض النظر عن انتشار هذه العشوائيات بين الأحياء وبين وسط مدينة بغداد إلى أن الآن يجد النظام الطائفي الحالي الذي يحكم في بغداد أنه قد استنفذ أغراضهم من هؤلاء المساكين الذين بنوا بيوت ولا يدرون أنهم قد تم استخدامهم من أجل التغيير الديمغرافي الآن وقد استتبى الوضع لهم وتم تغيير قطع أشوات طويلة في موضوع التغيير الآن لا يحتاجونهم الآن يريدون مصالحهم لذلك يريدون هدم مساكنهم العشوائية والحصول على هذه الأراضي لإقامة مشاريع تخدم الناس المتنفذين في هذا النظام السياسي الحقيقة أستندظير أنت أجبت عن السؤال التالي كنت سأسأل عن الصعود السياسي لهذه الميليشيات وكيف ساهم في إيجاد هذه العشوائيات لكن الآن السؤال أصبح ما المخطط إذن إذا كانوا سيفرغون هذه العشوائيات وتجاوزات من ثلاثة مليون إنسان أين سيذهبون بهم؟ هل هناك خطة أخرى؟ ليست هناك يعني بوفق المنظور وكما أراقب بالإعلان ليس هناك يعني من الحكومة لديها رؤية ماذا سيحدث يعني أنا هدمت منزل هذا المواطن الفقير والبسيط الذي لا يستطيع أن يبني دار له والآن اذهب إلى الشارع يعني لاتوجد خطة لمثل هذا الشيء هذا سوف يعني يجعل هناك احتقان أكبر لكن هم دائما يراهنون على إذلال الشعب يراهنون على القوة السلاح التي بأيديهم ويراهنون على هذا الشيء لكن هذا يعني لا يدركون أن هذا ربما يتحول إلى ثورة ثورة جياع ثورة نازحين يعني الأمر ممكن ينقلب عليهم وهذه الظاهرة التي استفادوا منها طوال سنوات ربما ستنقلب عليهم وتكون ثورة ضدهم لو تلاحظ أن الآن أين الآن تخرج المظاهرات تخرج المظاهرات في المناطق التي يفترض أن تكون هي الحاضنة الشعبية لأحزاب السلطة الآن هم ينقلبون حتى على حاضنتهم الشعبية الآن هناك صراع الآن هذه الأحزاب ليست لديها رصيد حتى بالحد الأدنى من المستوى الشعبي وهذا ينظر بأنه ربما ستكون هناك ثورات على هذه الأحزاب وهذا يعني مستقبل هذا النظام مهدد وعلى يدعي فريد نعم ضيفنا في الستوري والكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري شكرا نزيل لك حياكم الله